رح فيكم مجددا مشاهدين رح نبدأ حلقتنا وفقراتنا بالحديث عن الحملة الوطنية لدعم مرضى السرطان وجدنا حملة تجوب شوارع المدن والمدارس مع كابونات بشكل واحد فقط أنت تساهم بإنقاذ حياة مريض السرطان فارتقينا أن نسمع أكثر عن الحملة ونستفسر من مدير الجمعية الوطنية لدعم مرضى السرطان الأستاذ محمود الأعرج وهو ضيفنا اليوم في هذه الفقرة الله صبحك بالخير صباح النور كيف أصبحت؟ صباح المشاهدين طبعا جميعهم صحيناك بكير يعني متعودين علي الحمد لله عندك جولة اليوم مختلفة في بردينة بيت لحن مفروض أن أكون في الخليل إن شاء الله يلا مش رح ناخد موقتك كثير وبنتمنى لكم أكيد التوفيق ولكن حبين احنا ومشاهدين نسمع أكثر عن الحملة كيف بتوصلوا بداية للعائلات المتضاردة من مرضى السرطان يعني هي هذه الحملة لدعم مسندة مرضى السرطان في الوطن بدأناها بشكل واحد طبعا اللي متخفف عن العبئة الموجودة عن جميع المستلزمات اللي بيقوم فيها مرضى السرطان وإن شاء الله بنتوفك في هذه الحملة إن شاء الله إمت بدأتوا؟ يعني الجمعية تأصدت في 2011 ولكن إمت بدأت الحملة؟ الحمد الحملة بلشت في 24 طبعا 2013 بلشنا في مدرسة التربية والتعليم ومن هون طبعا بشكر بلشت في التربية والتعليم اللي بدأت أول خطبة معنا من خلال توزيع الكوبنات في المدارس والجامعات ومن المناسبة طبعا بقرة راح تكون آخر يوم في المرحلة الأولى من هذه الحملة اللي راح تستمر بلش المرحلة الثانية تدامي من يوم الأحد إن شاء الله هل في معلومات عن المبالغ اللي جمعتوها أو هل بتم تحويل المبالغ بشكل مباشر أو بتم تجميحها من ثم تحويلها للعائلات؟ يعني بتم أوليش جمع المبالغ وضحها في الرقم حسابي للبنك ومن خلاله طبعا فيما بعد تم توزيع حسب النماذج معينة على المرضى طبعا من خلال تسجيل الاجتماع للمرضى والبحث الاجتماعي للمرضى كيف تحكي لنا عن ردة فعل الطلابيني بس الحمد تروح عند أولاد صغار بالمدرسة يمكن بصفوف صغيرة كمان يعني شوفي أختراني يعني اتفاجأت أنا فعلا في هذا الوطن أن الطالب عنده معنويات وعنده إرادة في اتجاه العمل التطوع في هذا الوطن يعني بدرجة عالية جدا لا تتصور يعني كان مشاركة الطلاب فوق ما تتصور يعني حوالي 90% أو 95% كانوا مشاركين أكثر من الشيكل طبعا الحمد للهذا فضل من ربنا الحمد لله تعالى كتب في البروشوري اللي بيوزع للناس بالحملة أنه هناك شروط يرجب توفرها بالمشاركين في الحملة هل فيه التزام بهذه الشروط من ناحية العمر أنه يكون عمر الشخص أكثر من 18 سنة؟ يعني هذه عفواً هذه المتطوعين داخل الجمعية آه آه ليس للحملة بس الحملة يعني هذا نفهم أن الناس كلها تقدر تتطوع؟ ليس للجمعية هاي كل الشعب الفلسطي يقدر شاري فيها من 18 سنة لغاية ما شاء الله للسبعين سنة بس مش منفروضة على العمر معين هذه شروط التطوع في الجمعية أما شروط الحملة طبعا مفتوحة فيش بأي مدن فلسطينية تنقلتوا؟ يعني تنقلنا من جنيلة لخليلة الحمد لله كانت الحملة ناجحة بس في المدارس طبعا المحافظات الشمال ما شتغلنا فيها جميعها ولانه نضيكوا الوقت والضغط اللي كان عمد حدث عن شمال الضفة شمال الضفة الغربية اشتغلنا في نابلس منيح اشتغلنا في جنيل برضو منيح بس ما وصلنا لطول كرم ما وصلنا لقلقيلة ما وصلنا لسلفيت ووصلنا لطباس وصلنا للخليل وصلنا بيت لحم طبعا اريحة رمالله كلها كانت الحمد لله رب العالمين حتى في القدس جوا اشتغلنا وتجاوبوا معنا الناس هل الخطة المستقبلية لتكون في هناك انتشار أكبر في منظر مختلفة؟ يعني المرحلة الثانية رح تكون على مستوى كل الوطن إن شاء الله رح تكون منتشرة انتشار واسع في كل أرجاء الوطن وخارج الوطن رح كمان تكون هذه الحملة الامتداد إن شاء الله لو سألتك عن الشق المتعلق بالعائلات بدنا نرجع وممكن في كثير من المشاهدين من العائلات في أطفال هناك متضررين هل المساعدة رح تكون لعمر معين للأطفال؟ نحن في الجامعية لا نضع شيء محدد للمساعدات بالعبس نحن نفتح بابنا مفتوح لكل مرضى السرطان من كيان من عمر يوم لحد عمر سبعين سنة نحن أي مريض توجه لعنا للمؤسسة ما بنكون له لا بالعبس نحن نكف معه ونكدم كل كافة التعاون وبالمناسبة من هون بقول لك أنا من حد ما بلشنا في الجامعية لحد تغاية اليوم كدمنا 200 مساعدة مادية تحكينا أكثر عن المساعدات المالية هل بتوفر شيء بسيط مساهمة في العلاج أو في العلاج حقيقي للمؤسسة؟ لا نحن العلاج لا نتكدم في العلاج بصراحة تشرحنا عن هذه النقطة؟ لأن العلاج الدولة هي التي تتكلم في العلاج نحن نتكدم بس كمساعدة اجتماعية للمريض نفسه من خلالها يحرك حاله من خلال تقديم مواصلات له شراء أدوية له وخصوصاً لدينا 8% من المرضى تحت خط السفر وهم من رب العائلة يكون أكثر من ثلاثين عائلات فقيرة بمتاجة للمساعدة وعدد المرضى ليس مستهن في الوطن هل سيكون هناك إعلان عن نتائج كيف يتم المساعدين؟ نعرف كثيراً لكي نعزز هذه الثقة الموجودة ما بين المواطنين وبين الحملات أنا في المناسبة بينهم بدأناها بإشراف وتوجيه دوان الرقابة الإدارية والمالية يعني ليس شركاء لهم بإشراف وتوجيهات منهم نحن خلال نهاية الحملة إن شاء الله حمولتنا رح تستمر لقبل عيد الفتر إن شاء الله بيمين رح نطلع بمؤتمر ونكون كل الحملة وشوصة جمعنا للنزاهو من أجل يعني الرقابة ويكون المعلومات تواضحة سيد محمود هناك خطة مقبلة عليها الجمعية هي بإنشاء مستشفى وهذا خبر يمكن لأول مرة رح تتم طبعا أنا من هور أشكر أهالي قرية بيت عنان ممثلة برئيس مجلسها وأعضاء مجلسها بلدي اللي قدموا لنا قطعة أرض مساحتها حوالي 7 دلمات ونص لبناء السشفى الشعيد ياسر عرفوك لعلاج مرضى السرطان ورح تكون بنفس قرية بيت عنان رح يكون في نفس قرية بيت عنان وبعدين أخفيك سراً رح يكون من أكبر مراكز في الشرق الأوسط إن شاء الله ومتحدث عن أي سنة لهذا الممكن يكون نرشان يعني إن شاء الله حجر الأساس يعني يتكربت إن شاء الله فرح يعني إحنا مستنى في بعض الإجراءات الروتينية إن شاء الله ومن هنا أشكر أنا كمان فخامت السيدة الرئيس محمود عباس اللي دائما بساندنا ودائما واكد معنا من بداية الجمعية أكيد هاي الكنان رح تكون الوطن والإنساني لهذا الوطن طبعا وهذا الرجل يعني بصراحة مش يعني في دعمه من خلال العلني أو السرلات الجمعية بستحق كل الشغل منه أكيد أكيد وهذا كمان أكيد أخبار مفرحة لكل العائلات المتضررة من هذا المرض يعني ممكن تكون هاي الحملات كمان هي شعلة أمل لكثير من العائلات والأشخاص إن شاء الله إحنا رح نستمر طبعا يوم الأحد رح نبدأ كمان في الجامعات المرحلة الثانية وفي المؤسسات وفي الوزارات وفي الأجهزة الأمنية برضو الأجهزة الأمنية يعني شاركت معنا من بداية في دعم هذه الجمعية ودعم المرضى من بداية الأول يوم في انطلاق هذه الحملات يعني هذا بعكس كمان روح جميلة في المجتمع وفي شرائح مختلفة هذا كان بيكون سؤالي إنه وين الناس قدروا تلاقيكم ولكن الواضح أنه أنتم منتشرين إحنا منتشرين بس بي عنا رقم حساب في البنك طبعا أنتم تقدروا تعلنوا على الشاشة أو بتقدروا نسمي لكم يا فش أي مشكلة فيه رح تكون عنا يوم الأحد صباحا نقطة ثابتة كمان بدي أشكر مديرية المعابر والحدود في محافظة أريحة طبعا اللي حططينا نقطة على المغادرين ونقطة على المسافرين وضع من خلال وضع متطوعين وشراء التداكل لكل المسافر بالشيكل واحد طبعا من أمل مساعدة كل الناس إنه الشيكل مش حجم الشيكل بس هذا لأنه بروح الشيكل لدعم هذول المرضى والوقوف إلى جانبهم إن شاء الله أكيد يعني وإحنا دائما على ثقة أنه في أشخاص هناك بتحب تقدم هاي المساعدة بنشكلكم كثير نشكر كمان المتطوعين القائمين في هاي الحملة البنتش وفي مناطق مختلفة وإيضا جنود المجهولين كثير يعني المتطوعين في البطن بس بنا نشكر بجوز نسا حدا وحدا يزعل مننا فأنا يعني كل الموجودين نحنا بنشكرهم على جوز طيبة أكيد وإحنا كمان نضم صوتنا لصوتك مشكورين خزير الشكر وأكيد مشاهدين إذا تحبوا تسمعوا أكثر معلومات عن الحملة بإمكانكم إعادة مشاهدة هذه المقابلة عبر قنار خاصة فينا على اليوتيوب وكمان رح نرفق معها رقم لحساب والمعلومات الخاصة بالجمعية شكرا كثير لك بطنالك أكيد أنه السعيد مشاهدين رح ننتقل ونسمع مصائح صحية من ريمائش تحكي لنا لليوم